تمتد هذه الطرقات المرسوفة في عماننا الحبيبة آلاف الكيلومترات لتصل أقصى عمان بأقصاها ولتكون من دلائل النهضة المباركة التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى حفظه الله وها هي محافظة لبريمي حظيت من التنمية في شتى المجالات ما حظيت مما جعلها درة من درار عقد عمان البهي الطرق في هذه المحافظة شقت جبالا وعبرت وديانا موصلتان البادية بالمدينة ومثال ذلك طريق العبيلاء الفياض الذي وصلت الأعمال الإنشائية فيه إلى الربع تقريبا أسندته وزارة النقل والاتصالات ليكون طريق خدمة مسهلا لأهل تلك المناطق الجبالية وليوصلهم بمركز المحافظة وليسهل العملية السياحية نظرا لبديع الأودية وجميل الجبال هناك من المؤمل أن يساهم في تنمية الحركة السياحية فتوجد الكثير من الأودية والكثير من المناظر الطبيعية التي كانت يجد المواطن صعوبة في الوصول إليها حيث سيربط ميناء صحار بطريق الذي سوف يفتتح بين السلطنة والشقيقة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل الطريق يتضمن الخدمات الأساسية للطرق الحديثة فهو يمتد أكثر من أربعين كيلو متر وبه عدد اثنى من الجسور لعبور الأودية كما يشتمل المشروع على ميات وتسعة وأربعين عبارة صندوقية متعددة للاستعمالات وبه وصلة نصف التياب طول ثلاث كيلو مترات ويبلغ عرضه ما يزيد عن اثني عشر مترا تم الانتهاء من رصف ما يقارب ثمانية كيلو متر تم الانشاء عبر سلسلة جبال وأودية تم التعامل معها وعمل عبارات تقريبا ما يقارب 141 عبارة خرسانية الأودية تم الانتهاء تقريبا 65 عبارة تم الانتهاء من إنشاءها وكما هي الأعمال الانشائية تجري على هذا الطريق فمثله طرق أخرى يتم إنشاؤها في ولايات هذه المحافظة بهدف التمكين للبنية التحتية الأساسية التي هي أساس كل تنمية وأساس كل ازدهار من محافظة لبريمي عيسى بن خلفان الكعبي